السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا اليوم على درس جديد هذا الدرس يتعلق بموضوع وهو الحضانة والحضانة يتعلق بالأطفال جميعا ولكن اليوم سنتكلم على واحد الفئة من الأطفال هذه الأطفال يتعيش في واحد الوضعية هذه الوضعية هي وضعية الطلاق من الأباء لا الفقه الإسلامي عامة ولا الفقه المالكي ولا مدونة ولا كذلك مدونة الأسرة وكذلك الاتفاقات الدولية لصادق عليها المغرب كل هاد الأمور ما خلاتش هاد الفئة عرض للضياع والتشرد ولهذا حذات شكون هو الشخص اللي غادي تكفل بهاد السيد بمعنى شكون هو الحاضن والسلط ديال الحاضن والحقوق دياله إضافة إلى ذلك حذات الحقوق ديال المحضون وكذلك حتى هادك الشخص اللي ما اعطتوش المحكمة حق الحضانة حتى هو اعطت لي الحق دياله في الزيارة وباش نزيد ونعرفوا كتر على هاد الموضوع غادي تبعوا معايا هاد النص غادي يظهر أمامكم على الشاشة إذا النص ديالنا على الشاشة هو هذا غادي نقرأ قراءة أولية وأنتما غادي تبعوا معايا إذن بسم الله على بركة الله الحضانة إلى عهد قريب كان زوجان يعيشان حياة هنيئة يحضنان تفلتهما في وئام وانسجام كم كانت المرأة محبة لابنتها وكذلك الأب إلى أن وقع بينهما ما لم يكن في الحسبان فمدونة الأسرة واضحة بشأن حضانة الأطفال فهي للأم أولا ثم للأبي ثم لأم الأم ما لم تكن هناك موانع قانونية أو أخلاقية أو صحية آنئذ للمحكمة حق البت في الأمر فتقرر من يحضن الطفل وكما أن للمحضون حقوقا كحقه في الوقاية مما يضره وفي القيام بتربيته والحفاظ على مصالحه فإن للحاضنة حقوقا دون نسيان حق غير الحاضن كحقه في رؤية أبنائه وزيارتهم إذن هذا هو النص ديناك ما كتشوف معي على الشاشة كيتكلم على لحظانة وقبل أن ندخلوا الموضوع دياله نشرحوا الكلمات ونشوفوا المضمون دياله هذا النص ديالنا غادي نطلب من لطفا تقرأنا الفقرة اللولة لغادي يظهر الآن أمامنا على الشاشة إذن تفضي لطفا قرأنا هذه الفقرة إلى عهد قريب كان زوجان يعيشان حياة هنيئة يحضنان طفلتهما في وآم وانسجاب كم كانت المرأة محبة لابنتها محبة لابنتها سيد عوديها محبة لابنتها جيد وكذلك الأب إلى أن وقع بينهما ما لم يكن في الحسبان جيد بارك الله عليك إذن الآن غادي يمشيوا عند حنان تقرنين الفقرة الثانية تفضلي حنان فمدونة الأسرة واضحة بشأن حضانة الأطفال فهي للأم أولا ثم للأب ثم لأم الأم ما لم تكن هناك موانع قانونية أو أخلاقية أو صحية آنئذ للمحكمة حق البت في الأمر فتقرر من يحضن الطفل جيد بارك الله عليك غادي انتقلوا الآن عن ساميرا باش تقرنين الفقرة الثالثة تفضلي ساميرا وكما أن للمحضون حقوقا كحقه في الوقاية مما يضره وفي القيام بتربيته والحفاظ على مصالحه انتبه ساميرا دائما كنا سبق لنا شفنا في الحلقات السابقة وفي المستوى اللول شفنا علامة الترقيم يعني ضروري نحطرموها هذه علامة دي الترقيم إذن عودي في الوقاية في الوقاية مما يضره وفي القيام بتربيته والحفاظ على مصالحه مصالحه دائما كنحترموها هذه علامة دي الترقيم تفضلي فإن للحاضنة حقوقا دون نسياني حق غير الحاضن كنقولو دون نسياني ما كان نوقفوش ما كان قولوش دون نسياني ونوقفو عاد نكملو كلامنا إذن كما قلت لك دائما كنحترموها هذه علامة الترقيم ولكن إن شاء الله في الحلقات المقبلة غادي نتدركوا هذه الأمور يلا تفضلي سميرة دون نسياني كحق دون نسياني حق دون نسياني حق غير الحاضن كحقه في رؤية أبنائه وزيارتهم جيد بارك الله عليكم إذن الآن من بعد قلنا النص دينا لكي تكون من ثلاثة دي الفقرات غادي ندوز نعود قراءة النص ولكن غادي نقفو الآن على الكلمات ولا على العبارات لما فهمنا هاش اللولة لهيادي تفضلي خديشة إلى عهد قريب عودي إلى عهد قريب كان زوجاني يعيشاني حياة هانئة هنيئة هنيئة يحضناني طفلاتهما عودي انتبهي طفلاتهما ما كنقولوش طفلاتهما 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 في وآمن وانسجام كم كانت المرأة محبة لابنتها وكذلك الابو إلى نرقزوا هذه وكذلك وكذلك عوديها وكذلك ما كنقولوش دال مهملة وكذلك وخاسمعيني مزيان كذلك السادة المشاهدين دائما نرقزوا على هذه الحروف وكذلك عودي وكذلك وكذلك الابو إلى أن وقع بين 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 بينهما ما لم يكن في الحسبان جيد خديجة إلى أن وقع بينهما ما لم يكن في الحسبان واش كنا هناش كلمة اولاش عبارة ما فهمتهاش في هاد الفقرة اللولة نشوفو حنان تفضلي حنان وآمن وانسجام مهم اللي هي هذه فعلا وآمن وانسجام هيا نقول نهب الحمر إذا نشكر فيكم لتقدر تشرح لنا هذه العبارة نشوفو ساميرا وآمن وانسجام هي حب هي الحب مهم مزيان شيء إضافة أخرى نشوفو لطيفة هي الحب والتفهم يعني والتشاور بناتم والتي تخلي ذلك العلاقة يعني مساجمين يعني مفاهمين مزيان تبارك الله عليك إذا وآمن وانسجام الوآم هو الحب كما قالت لنا ساميرا هو المودة وانسجام هو أنهم مفاهمين على أن هذا الراجل مع الزوجة دياله مفاهمين في جميع الأمور ديالهم جيد تبارك الله عليكم إذا الآن نشوفو أشبقات شيء كلمة أخرى إذا ما بقاتش نمر الفقرة الثانية إذا نغل نمر الفقرة الثانية وغادي نقول لطيفة تقرنين الفقرة الثانية تفضي لطيفة فمدونة الأسرة فمدونة فمدونة الأسرة واضحة بشأن حضانة الأطفال فهي للأم أولا ثم للأم الأم ثم 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 لأم الأم لا ستي واحد قلت فهي للأم أولا ثم فهي للأم أولا ثم للأب ثم لأم الأم ما لم يكن هناك موانع انتبهي ما لم ما لم تكن هناك موانع موانع قانونية أو أخلاقية أو صحية آنئذ للمحكمة حق البت في الأمر فتقرر من يحضن الطفل جيد فتقرر من يحضن الطفل جيد تبارك الله عليك إذا الآن في القراءة ديال هاد الفقرة الثانية واش كينا شي عبارة ولا شي كلمة ما فهمتوهاش والله صعب عليكم في الفهم ديالها لنشوف سميرة كينا شي كلمة سميرة ما فهمتوهاش نعم البتي كلمة البتي إذن غادي نبينوها الآن بالنول الأحمر البتي شكونا غادي نبينوها هدلي كلمة فضلي خديجة البتي هي المحكمة عندها كتعطي الحق وشي حاجة بها لك يعني كتعطي الحق يلا المحكمة لأخطفش كتعطي الحق أشكي خرج من المحكمة أشكي تسمى هذا تطبيق ولا قانون بمعنى خرجت واحد الحكم الحكم المحكمة مرة ما كتعطي المحكمة دائما هذه خصانة نركز عليها المحكمة ما كتديش قانون هي كتصدر الأحكام كتصدر الحكم واضحة؟ إذن جيد بارك الله عليك يقلبت هو أن المحكمة هي اللي يخول لها القانون باش تصدر الحكم وباش تصدر واحد القرار هذا غادي حضن الطفل وهذا ما غاديش يحضن الطفل طبيعة الحال بناء على مجموعة من الشروط اللي غادي نشوفها في الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى تبارك الله عليكم إذن غادي نمر الآن فقرة الثالثة والآخرة لغادي ذكرها لنا حنان تفضي حنان وكما أن للمحضون حقوقا كحقه في الوقاية مما يضره وفي القيام بتربيته والحفاظ عليه والحفاظ على مصالحه فإن للحاضنة حقوقا دون شوي عليك كل حرف نعطيه الحق دياله ما نسربه شوي عليك نسربه حنا هنا باش نتعلمه كذلك السادة المشاهدين ديالنا يتبع معنا كل حرف نعطيه الحق دياله ونعطيه الحركة اللي عنده شوي عليك حنان يلا عودي دون دون نسيان حق غير المحضون غير غير المحضون لا انتبهي دون نسيان حق غير غير الحاضن غير الحاضن غير الحاضن كحقه في رؤية أبنائه وزيارتهم جيد بارك الله عليك إذن أنوشكينا هنا شي كلمة ما فنتهاش ولا شي عبارة شي كلمة ولا شي عبارة نشوفه خديجة وقايا الوقايا شكونا قد يسرح كلمة الوقايا لخديجة لطيفة كلمة الوقايا الوقايا هي تنحفظه تنحفظه لذيك الدر لذيك الدر اللي إحنا نططنا المحكامة نحضنه يعني الوقايا هي تنحفظه عليه تنحفظه على التربية دياله على الحراسة تنحرصه عليه جيد تبارك الله عليك بمعنى كنحرصه علي كنحفظه من أي مكروه يعني هذا الدري كنحرصوه ونحفظوه من أي ميكروب باش ما يتصاب أي حاجة تبارك الله عليك جيد هذا هو المقصود بالوقاية وفايت لنا شفنا على أن الوقاية خيرون من العلاج من العلاج جيد تبارك الله عليكم إذا الآن من بعد فاش قرينا النص دينا وصرحنا الكلمات الواردة في النص غادي نجزوا الآن نشوفوا المضمون دي النص ولكن كيفاش غادي نشوفوه من خلال الحوار اللي غادي ذور بيناتكم مستعدين؟ يا الله شكوناها يالا غادي تعطي لنا السؤال لول كيفاش كانوا الزوجان يعيشوا أول مرة يعني في اللول ديال سؤال واجه تبارك الله عليك لطيفة بمعنى كيفاش كانت الحياة ديال الزوجين فضلي حنان كانت الحياة ديالهم كما كان قولوا في الدريجة ديالنا بحس من مع العسل يعني كانوا متفاهمين وكانوا جيد تبارك الله عليك جيد إذا كما شفنا في النص على أن الحياة ديالهم كانت في وحدنا ديالي ويقام ونسجام ومحبة بمعنى أنهم كانوا عندهم تساموح والمحبة والتشاور والتعاون بيناتهم جيد تبارك الله عليك شي سؤال آخر نشوفه سميرة تفضي سميرة خديجة ليش كانت ديك العلاقة مزيانة وضغيها خسرت بمعنى ضغيها خسرت بمعنى ضغيها وسط للطالق نشوفه خديجة شغل تقول لنا حيث ما كانش الحب والتفاهم والتشاور والتعاون بيناتهم جيد تبارك الله عليك بمعنى أننا لعنا شي بيت وبنينا هذا كل بيت ولكن ما بنيش بالصح على الصح كما كان قوله ما عندهش الصح ما عندهش ركيز دياله كيف الشي يقول على ذلك البيت ضغيها غادي تهدم على المواليه نفس الشي إلى الأسرة ديالنا ما فيهاش محبة ما فيهاش تسامح ما فيهاش تعاون ما فيهاش تشاور راه ضروري ما قال ديالها غادي يوصلكم وصلوا ليها هات الزوجين اللي شفناهم في النص إيش كون غادي تعتنا شئ سوء آخر نشوف وهاناittä عندك شئ سوء آخر علامة ديالنص نعاونك شوية لماذا كيهضر لهذه الناس كيهضر علاي الحاضانة يعني الحاضانة ديالل espect ning أيها الحاضانة ديالل ابناء وكيفش المحكمة تعتطي الحق للحاضن مزيان وما ما كونهم الناس اللي إعططيهم المحكمة حق الحاضانة الجميع لاطيفة حق الحاضنة بتعطى للأم ِيェ ثم الأبي يعني ليك follows ربما يعطون الام ربما يطالعها في الاشياء لاكوش لاكوش ا pallin جيد بمعنى الام ثم الاب ثم ام الام جيد تبارك الله عليك ولكن الان شاب لا شروط لاكوش في الام ولاكوش في الام ولاكوش في الام الام تكونوا يندوش كنوا اعطاها القانون الصلاحية باش يقرروا شكونوا يشد هاد الحظانة نشوفوا ساميرا المحكمة هي كتشوف شكولة غادي غاية تكون في هذه الوصيلة زمان في هذه الحاضنة جيد بمعنى أن الحكم النهائي كهو اللي كتصدر المحكمة هي اللي كتصدر كتشوف بناء على الشروط شكولة فعلا غاية يقوم بالواجبات وغاية يحرص على هذا الطفل من الضيعة جيد تبارك الله عليكم شيء سؤال أخو لي لعندكم ولا صافي فآخر النس كينش واحد الحويجة مهمة جدا تصوروا معايا إلى المحكمة أعطت لحاضنة لواحد السيد ولا السيدة الأم ولا الأب ولكن السيد اللي ما أعطتوش المحكمة حق الحاضنة واش هدك صافي الحق ديالو ضايع مشا أش غادي نقوله حانان كي تبقى الحق لهذاك غير الحاضين أنه عنده الحق يشوف الأبناء ديالو وكما بغوا الزيارة ديالهم دائما جيد تبارك الله عليك قاش هما ولداته هادوك من حقو يزور ولداته في الوقت اللي بغى ويحدد هذاك الوقت حتى يبقى شي واحد ما يمكن شي من عمله من الوليدات ديالو جيد تبارك الله عليكم واليخصينا نعرفه أيضا بأن الوليدات ديالنا رأى ما عندهم احتجي ذنب هذا الاختلاف لي كي يكون بين الزوج والزوجة ديالو رأى هدك الولد ورأى هدك الابنية ورأى هدك الولد رأى ما عندهم احتجي ذنب هذا الاختلاف لي كي يبين بناتهم إذن كنتمنا وتكونوا فهمتوا معنا مزيان لموضوع ديالنص ديالنا وقبل ما نمهو معكم هات الحصة غادي تشوفوا معايا هات التمرين أو هاد الواجب اللي غادي يظهر أمامكم على الشاشة الواجب ديالنا هو هذا كما كتشوفوا معايا عندنا مجموعة من الكلمات والعبارات غا نقرأ لكم هاد الكلمات والعبارات المزرعة مدونة الأسرة المسيرة الخضراء المحضون الرفقة الصالحة وقايته يحضن الطفلة القيام بطربيته وآمن وانسجام البيع والشراء إذن كما كتشوفوا معايا عندنا مجموعة من العبارات والكلمات لمطلب منكم كذلك السادة المشاهدين لمطلب منكم وأنكم تقرأوا هذلك الكلمات وهذه العبارات إلا هذلك كلمة وهذه العبارة كينا في النص غادي ندير عليها الذائرة إلا ما كينا نشوف النص ديالي غادي نخليها ما ندير ليها والو أي كلمة ولا عبارة لقيتها في النص كنحيطها بدائرة وفي الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نصحوا هذو الواجب فهمتوا هذو الواجب؟ نعم إذن وبهذا أخواتي إخواني وصلنا لنهاية الحصة ديالمادة القراءة والكتابة وغادي نخليكم الآن مع مادة القرآن الكريم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحاضرات أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبدأ الحصة دياليوم في مادة القرآن الكريم بتصحيح الواجب اللي كنت تكلفتكم به في الحلقة الفيتاء ونتمنى أنكم تكونوا نجزته ونجزته كذلك سيد المشاهدين والمشاهدات إذن سنرى ماذا نجزته الواجب جيدا خديجة جيدا 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 إذن نتبه معي الشاشة ماذا نطلب منكم لطيفة في هذا الواجب نحيطه بدائرة الجوب الصحيح نعم نحيطه بدائرة المعاني المناسبة الكلمات يا الله سميرا قلنا قلنا جيدا قلنا نحيطه بدائرة اختبره وامتحنه جوابك صحيح مزيان قلنا ندخل الحنان قلنا 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 توراثة 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 الميراثة جيد مزيان نحيطه بدائرة كلمة الميراثة الميراثة كلمة الموالية سميرة والآخرة جمّا جمّا كثيرا حسن نحيطه بدائرة كلمة كثيرا دمنا بعد ما نجزنا جميع هاد التمرين هاد ندوزه الآن باش نقرأوا القراءة الصحيحة دير واحد جوج ديال العبارات عندنا في هاد الجوزء اللي كانشتغل عليه اليوم في صورة الفجر هاد الجوج ديال العبارات كنقرأوهم بجوج ديال الطرق او لا بجوج ديال الأشكال فين نوقفو عليهم كنقرأوهم بطريقة وفين كنواصلوا القراءة كتتبدل الطريقة ديال القراءة ديالنا ليهم إذا نتبه معايا الشاشة هنطلب من اللطيفة باش تقرأ ليال آية 16 تفضلي فيقول ربي أكرمًا جيد قرأتها اللطيفة بطريقة صحيحة فيقول ربي أكرمًا ووقفت عليها بالسكون يلا حنان مرة أخرى فيقول ربي أكرمًا جيد يلا ساميرا فيقول ربي أكرمًا مزيان إذن فين كنوقفو على أكرمًا كنوقفو عليها بالسكون وكيف ما كتلاحظوا معايا على الشاشة كنوقفو عليها بالسكون أكرمًا فكنقرأوها أكرمًا وكيف ما كتلاحظوا فين ما تشوفوا هذه الجوج ديال المعقوفات أراها طريقة الكتابة ما كتكونش صحيحة وإنما كنكتبوها بهات الطريقة باش نيسروا عليكم وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات الطريقة ديال النطق ديال هاد الكلمة ولا ديال العبارة إذن فكنقرأوها أكرمًا أكرمًا إذن فين كنوقفو عليها كنقرأوها أكرمًا ندوزوا لطريقة الثانية طريقة الثانية نتبهوا معايا على الشاشة هادي نطلب من ساميرا باش تقرأ لي الآياتين اللي كنقرأوها على الشاشة معاً تفضلي ساميرا فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه مزيان لاحظتوا كيفاش قرأتها ساميرا يعني قرأتها بطريقة ماشي هي الطريقة اللي قرأناها بها في اللول وكملت وواصلت القراءة وقرأتها باللياء ضفت لها واحد الياء قرأت أكرمني وأما أكرمني وأما هديك الياء هي اللي كتسمى الياء المدية وكتسمى كذلك الياء الزائدة كتسمى الياء الزائدة علاش؟ لأنها كتكون في الوصل وما كتكونش في الوقف لاحظوا معايا على الشاشة إذن أكرمني وأما أكرمني وأما فأعيد القراءة حانا فيقول أدري لها الوصل يعني تابع القراءة فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه جيد إذن هكا نقرأوها في الحالة إلى وصلنا وصلنا القراءة وما وقفناش على أكرمني ندوزوا المثال الثاني نتابعوا معايا للشاشة هدي نطلب من ساميرا باش تقرأ لي الآية الموجودة على الشاشة تفضلي ساميرا فيقول ربي أهانا أهانا جيد سمعتوها قراتها ووقفت عليها بالسكون فيقول ربي أهانا أهانا أعود يا لطيفة فيقول ربي أهانا زيان كيفما لحظوا لطيفة وقفت على أهانا بالسكون وكيفما كتلاحظوا على الشاشة وكيفما كنقول لكم دائما على أنه فين كتشوفوا ذاك الجوج ديالة مع قوفات على غير طريقة ديال النطق باش تعاوننا على طريقة باش نطقوه ولكن الكتابة رماشي صحيحة إذن كنقروها أهانا 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 في حالة الوقف أهانا عاودي أهانا أهانا مزيان عاودي خديجة أهانا مزيان ساميرا أهانا أهانا إذن غادي ننتقل باش نشوفوا طريقة اللي كتزاد فيها هذه كليا في حالة الوصل دابا غادي نطلب من لطيفة باش تقرأ ليا كل ما يوجد على الشاشة تفضلي لطيفة فيقول ربي أهانا ني كلا مزيان إذن هنا كيفما لاحظتوا في الحالة دي الله وصل الزماء دي كليا اللي قلت لكم في المثال السابق رأي سميتها الياء عشانوش كون يذكرني بالاسم الياء الياء زائدة الزائدة والياء المدية لأنها كتزاد معها هدك المد وكيفما كتشوفوا في الكتابة أهانا ني كلا إذن هذا ما كيكون غير في الحالة دي الوصل وما كيكونش في الحالة دي الوقف اللي كانوا وقفوا عليها بالسكون وكي نزيدوا الفهموا هاد القاعدة مزيان هادي تنتبهوا معايا لهذا الجدول هذا تنتبهوا الطريقة دي الكتابة المصحف أكرماني أهاناني هي الطريقة هي الطريقة اللي مكتوب بها في المصحف المحمدي أما طريقة النطق بالوقف فكان قولوا أكرمان إذا وقفنا عليها كان قولوا أكرمان أهانان كيفما كتلاحظو كيفما قريتو قبل قليل أما الطريقة ديال النطق بالوصل يعني لوصلنا وكملنا الآية اللي من بعد هاد جوج ديال الكلمات فكان قرأوا أكرماني وكانكملوا أهاناني وكانكملوا إذا بالحضور ديال هاد الياء اللي تكلمنا عليها إذا من بعد ما قرينا القراءة الصحيحة ديال هاد جوج ديال العبارات اللي عندنا في صورة الفجر هادي ندوز الآن باش غادي نطلب من حنان باش تقرأ ليا الآيات اللي كيني الآن على الشاشة هادي تقرأ ليا حنان من الآية 15 حتى الآية 18 تفضلي حنان فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمان وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بارك الله فيك يلا هدي نطلب من اللاطفة باش تكملنا القراءة كلا بل لا تكرمون اليتيم وَلَا تَحُضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَاكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا مزيان بارك الله فيكم إذا الآن من بعد ما قرنا جميع هاد الآيات الكريمات غدي ندوزوا باش غدي نحاولوا نفهموا المعاني اللي عندنا في هاد الآيات البيّنات وغدي نطلب من سميرة باش تقرأ لي الآية الآية 15 والآية 16 يلا تفضلي سميرة فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَكْرَمًا مزيان إذن هنا الله تبارك وتعالى كيتكلم على واحد نوع من الناس شا كون تقول لي على من كيتكلم الله تبارك وتعالى شا كون هاد النوع اللي كيتكلم علي الله عز وجل خديجة على النوع ديالنس اللي كي يكرمهم نعم إذن ابتلاهم الله سبحانه وتعالى باش بتلاهم الله سبحانه وتعالى نعم حنان بالنعم وبالما اللي أعطاهنا إذن الله عز وجل أعطاهم النعام شنو هي النعم اللي مذكورة عندنا في هذا الآية كرامه ونعامه يعني الله عز وجل أعطاه مجموعة من النعم ش كون تقول لي النعم اللي ممكن الله تبارك وتعالى يعطيها لإنسان كأن النعمة ديال يلا لطيفة نعمة المال نعمة الصحة ونعمة الأبناء إذن الله عز وجل يختبر الناس حتى بالنعم الله سبحانه وتعالى يختبر الناس حتى بالنعم ولكن هذا الإنسان الذي يعطيه الله تبارك وتعالى هذا النعم كيف مجلس في الآية شو يقول أنا كنستاهل هذا الشيء أنا كنستاهل هذا الشيء وأنا كنستحقه وكيهضر على هذا النعم بوحد طريقة ديال الافتخار وديال التكبور وهو ما عارفش بأن حتى النعم ممكن تكون وسيلة من الوسائل اللي يختبروا الله تبارك وتعالى بها إذن هذا هو المعنى ديال فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه يعني الله عز وجل كيختبروا بمجموعة من الوسائل اللي هي نعم متعددة هذين ندوزوا الآن الآية الأخرى هذين نطلب من خديجة باش تقرأها لنا قرهنا خديجة الآية 17 والآية 18 وأما إذا مبتله فقدر تبهي تبهي أعيد ينتبهي وأما إذا مبتله فقدر عندنا المد وأما إذا مبتله فقدر تبهي ابتلاه ابتلاه نعم وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا مزيان فيقول ربي أهانا إذا كان هذا النوع اللي تكلمنا عليه في الأول الله تبارك وتعالى ابتلاه بالخير وعطاه الصحة والولاد وغير ذلك هذا النوع الثاني قد نسوه لكم باش ابتلاه الله سبحانه وتعالى حنان ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالفقر بالفقر يعني أنه الرزق دياله قليل إذن الله عز وجل ابتلاه بالفقر وشنوك يقول فين عطاه الله تبارك وتعالى هاد النوع الثاني من الاختبار شنوك يقول هاد الإنسان لطيفة تقول أنا ما عندي ظهار وانا يعني بحيلا تيدير بحيلا ما فهمتش معرفش كيفاش نفسره هاد الإنسان اللي ابتلاه الله تبارك وتعالى وامتحنه بالفقر وضيق عليه شوية فالرزق باش يختبروا ويمتحنوا شنوك يقول يقول ربي هاني ودلني وحاش الله تبارك وتعالى يكون كذلك علاش لأن هذه هي الأخلاق ذي لهذا الإنسان لأنه ما تيقامنش بالبعث وكيظن بأن الدل أو الكرامة عنده مرتابطين بكثرة الحد في الدنيا وإلا الإنسان ما كانش عنده الدنيا كيظن بأنه راه ماشي ماشي إنسان كريم والحقيقة على أن الله عز وجل كيعطيه الكرامة للإنسان في الطاعة وكيعطيه كذلك الدل فين في المعصية اللي كيذيرها الإنسان والإنسان بصفة عامة خستو يحمد الله تبارك وتعالى في الحالات جميعا خستو يحمده في الحالة اللي كيعطيه فيها وفي الحالة اللي ما كيعطيهش فيها يعني الأساس هو أن الإنسان يكون يكون متقل الله تبارك وتعالى ويكون كيحمد الله تبارك وتعالى وكيشكره في جميع الأحوال إذن غادي ندوزوا الآية الموالية غادي نطلب من سميرة باش تقرأ لي الآية 19 والآية 20 تفضلي سميرة كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين مزيان كلا يعني لا هذا ولا ذاك حيث ما شيء الكرام كيكون بالغناء وما كتكونش الإهانة كذلك بالفقر كيف ما كتضنوا ولكن الإكرام كيكون بالطاعة والإهانة كتكون بالمعصية يعني أنتوما كتعملوا ما كتعملوش هاتشي اللي وصاكم الله تبارك وتعالى به وما كتكرموش اليتيم مع أن الله عز وجل أعطاكم المال وكرمكم به غادي ندوزوا الآن الآيتين الأخيرتين وغادي نطلب من حانان باش تقرأ لي الآية 21 والآية 22 تفضلي حانان وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً جيد شكنت تقول ليا عليش كتتكلم هات الأآيات البيّينات تاميرا هذا كلي تيكلوا الميرات ديال للناس كيكلوا الميرات النصيب ديالهم وديالناس والنصيب ديال الناس جيد كيناش حجوة سدفة لطيفة عبهيك تيكلوا الميرات ديالهم وبالناس كيكلوا بحقوق ديال الناس كذلك هذا هو اللي وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم ما كيحطوش على طعام المسكين وفي نفس الوقت ما كييته اللهوش في اليتيم وكيياكلوا الحقوق ديال الورد لا ديالهم ولا ديال الناس الآخرين باش وصفهم الله تبارك وتعالى في الآية 22 خديجة كيبغوا المال كأنهم معروفين بالطمع وبالجشع وبالحب الشديد للمال وهذا في حد ذاته معصية ما تخليهمش يديروا الخير بالمال اللي عندهم إذا الآن من بعد ما فهمنا جميع المعاني ديال هاد جزء من صورة الفجر غادي ندوزوا الآن باش غادي نجزو واحد تمرين داخل الستوديو احنا وستاد المشاهدين والمشاهدات باش نشوفوا واش فعلا استفدنا وعرفنا بزاف ديال المغازي اللي كينين في هاد الصورة وفي الجزء من هاد الصورة الكريمة إذا نتبوا معي للشاشر عندنا الحمدة والشكرة الشعور بالفخر والكبر ابتلاء الله للإنسان بالخير والنعم يستوجب ثم تحت عندنا الشعور بالإهانة الصبر والدعاء ابتلاء الله للإنسان بالفقر والشدائد يستوجب المطلوب مننا ومن استاد المشاهدين والمشاهدات باش نكملوا الجملة بما يناسبها باش يتمنا المعنى إذا نطلب من ساميرا باش تقرأ لي الجملة وتكملها بما يناسب يلا ساميرا ابتلاء الله للإنسان بالخير والنعم يستوجب الحمدة والشكرة حسن إذن هذا هو المعنى الصحيح يستوجب الحمدة والشكرة لأن الإنسان يلعطاه الله تبارك وتعالى الخير والنعم يستحمد الله تبارك وتعالى ويشكره وهذا الحمد والشكر يكون بالإعطاء حتى هو الناس ويتصدق ويعطي الفقراء ويتهلأ في اليتام يلا قد نطلب مننا حانا باش تقرأ لي الجملة الثانية وتكملها بما يناسب ابتلاء الله للإنسان بالفقر والشدائد يستوجبه الصبر والدعاء جيد إذن هذا هو المعنى الصحيح الصبر والدعاء فعلا الإنسان إلا لقى شوية الفقر في الحياة دياله ولا تعرض لشي شدائد لا بد أن يصبر وأن يطلب الله تبارك وتعالى باش يخفف عليه هدك الفقر ودك شدائد اللي نزلت به إذن من بعد ما نجزنا جميع هذا التمرين هذي نكلفكم بوحد جوج ديال الواجبات المنزلية اللي غادي تلقاوها في الكتاب المقرر في الجزء المخصص لمادات القرآن الكريم في هذي الحلقة هذي وفي الحلقة القديمة إن شاء الله غادي نصحها جميع وكان نطلب كذلك من السادة المشاهدين والمشاهدات باش حتى هما إن شزوا هذ تمرين هذو لأن عندنا ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما بنسبة المعاني وتحبون المال كثيرا وتحرصون على جمعه ولا يوصي بعضكم بعضا بإطعام المساكين وتأخذون نصيبكم ونصيب غيركم من الميراث إذن المطلوب منكم في هذا الواجب هذا تكسبونا الآيات اللي كتناسب المعاني لقبالتها إذن كل آية كتناسب المعاني ديالها نكسبوها في الخانة المناسبة ديالها إذن هذا الواجب الأول ندوزوا الواجب الثاني نتبهوا معيها الشاشة بالنسبة للواجب الثاني وتاكلون التراثة أكلا لما كلا بل لا تكرمون اليتيمة وتحبون المال حبا جما ولا تحضون على طعام المسكين إذن المطلوب منكم في هذا الواجب الثاني هو ترتبوا الآيات كيفما هي عندنا في القرآن الكريم في الحلقة القادمة إن شاء الله قد نبدأ بتصحيح ديالها الجوج ديال الواجبات نتمنى أنكم تنجزوهم وينجزوهم كذلك سيد المشاهدين والمشاهدات علما بأن بحالة التمرين كتعاوننا على الضبط ديال الحفظ وكتعاوننا كذلك على تحسين الخط إذن بهذا نكون وصلنا لنهاية حصة مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة نخليكم مع مادة الحساب دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحاضرات أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ما شفنا في الحلقات السابقة جداول الضرب ديال الأعداد من واحد إلى سبعة هدي نخصوه حصة اليوم مجموعة من التمرين باش نتبتدك شيء لتعلمناه هاد التمرين هدي توجدوها في الكتاب المقرر اللي بنيدكم في الحلقة 24 ونبدو بالتمرين الأول هدي يظهر أمامنا على الشاشة إذا التمرين هو هذا مطلوب بكم في هات التمرين وإنكمphantصلوا بخط ما بين كل عملية والجداء ديالها إذا هدي تاخد الألواح ديالكم نقرأ العملية الأولى وغضيتكتب got the last thing and take them وقدم نتيجة ديالها هذه العملية الأولى واحد مضروب في ستة هاتكتبها العملية وتختارها واحد النتيجة منهذ النسائج واحد مضروب في ستة هل تساوي 14 أم تساوي 10 أم تساوي 6 تفضلوا خذوا الألواح اكتبوا العملية اقدمها النتيجة ديالا تفضلوا رفعوا الألواح إذن 1 مضروف في 6 تساوي كام خديجة 6 إذن 1 مضروف في 6 سنصلوا عند أي عدد عند الرقم عند الرقم 6 جيد 1 مضروف في 6 تساوي 6 وندزل العملية الثانية تفضل قريها لطيفة العملية الثانية 2 مضروف في 5 2 مضروف في 5 كذلك هل تكتبوا العملية وتختاروا لها قدامها النتيجة المناسبة لها 14 أولى 10 تفضلوا رفعوا الألواح جيد مزيان إذن ساميرا 2 مضروف في 5 سنصلها عند أي نتيجة نتيجة 10 عند 10 جيد 2 مضروف في 5 سنصلها بالجداء ديالها اللي هو 10 جيد وندزل العملية الثالثة 2 مضروف في 7 كم تساوي تفضلي حنان حنان 2 مضروف في 7 2 مضروف في 7 تساوي 14 تساوي 14 وغذي نصلها عند الجداء ديالها اللي هو 14 جيد إذن سندزل التمرين ثاني اللي غذي يظهر أمامنا على الشاشة ونجسوه جميع جيد إذن التمرين الثاني هو هذا مطلوب منا في هذا التمرين هو أننا نحسوه شحل عندنا ديال البيض في كل إطار كل إطار شحل عندنا فيه ديال البيض إذا نبدو بالإطار الأول تفضلي ساميرا قلنا شحل عندنا من علبة في هذا الإطار تفضلي ساميرا شحل عندنا من علبة عندنا ثلاثة ديال العلبات عندنا ثلاثة ديال العلب جيد وكل علبة شحل فيها من بيضات تفضلي خديجة ثلاثة جيد كل علبة فيها ثلاثة ديال البيضات إذا تاخدوا الألواح ديالكم وغادي تحاولوا تكتبوا لي العملية اللي غادي تسهل علينا باش نعرفو عدد البيض اللي كين في هاد الاطار كله دان عنا ثلاثة ديال العلاب كل العلبة فيها ثلاثة ديال البيضات غا تكتبو العملية اللي غادي توصلنا للنتيجة نعرفوش حال مجموع البيض في الاطار الاول نكتبو العملية كتبو كذلك النتيجة نجزوها هاي اللي كملتو ممكن ترفعو الالواح تفضلو صحيح مزيان صحيح لطيفة لا لطيفة عندك خطأ لطيفة انتبه معايا شحل عندنا من علبة في هاد الاطار ثلاثة وكل علبة شحل فيها من بيضة فيها ثلاثة اذا العدد اللي كيتكرر هو تسعة لا لا مشي النتيجة خلينا نمشيوا بالمراحل اذا العدد اللي كيتعاود اللي كيتكرر هو العدد ثلاثة ثلاثة العدد ثلاثة ولكيتكرر عندي ثلاثة وش حلم المرات تكرر هاد العدد ثلاثة وش حلم المرات تعاودات ثلاثة 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 مرات نغدروا ثلاثة مضروب هو العدد اللي كيتعاود مضروب في عدد المرات اللي تعاود هاد العدد إذن ثلاثة مضروبة في تسعة في ثلاثة عدد كنوصله للنتيجة تبعي معايا العدد الذي يتكرر العدد الذي يتعاود هو هو ثلاثة هو ثلاثة وشحال من مرة تعاود ثلاثة ثلاثة إذن ثلاثة مضروبة في ثلاثة هذه العملية عدد قد نوصل للنتيجة اللي قلت لنا اللي هي تسعة شحال هي تسعة جيد إذن ثلاثة مضروبة في ثلاثة تساوي تسعة جيد إذن مجموع البيض عندنا في الإطار اللي هو شحل وخديجة هو تسع بيضات جيد إذن دوزوا للإطار الثاني إذن نفس الطريقة غادي تخدموا بها غادي تكتبوا لي العملية اللي غادي توصلنا لمجموع البيض اللي عندنا في هذا الإطار الثاني خذوا الألواح إذن غادي تلاحظوا شحل عندي من علبة وكل علبة شحل فيها من بيضة وتكتبوا العملية اللي غادي توصلنا لمجموع البيض نشحل عندنا من علبة وكل علبة شحل فيها من بيضة نكتبوا العملية ونحاولوا نتوصلوا لمجموع البيض في هذا الإطار إلا ساليتوا تفطلوا ورفعوا الألواح صحح مزيان صحح جيد لطيفة كتبتي العملية وما درتي نحي النتيجة إذن شحل عندك من علبة في هذا الإطار اللطيفة شحل عندنا من علب 4 عربع ديها للعلب كول علبة شحل فيها من بيضة 5 إذن إذا ضربنا 4 في 5 شحل عندنا أعطنا 20 20 إذا نعوده مرة أخرى خديجة شحل عندنا من علبة في الإطار؟ أربعة أربعة وشحل كل علبة شحل فيها؟ خمسة إذا العملية اللي كسبنا هي أربعة مضروبة في خمسة تساوي تساوي عشرين إذا عدد البيض في الإطار الثاني هو عشرين بيضة إذا ندوزه التمرين الثالث غير يظهر أمامنا على الشاشة باش نزيدوا دائما تثبتوا جداوي الضرب ديال الأعداد اللي نشفنا من واحد إلى سبعة مزيان إذا التمرين الثالث في الظهر أمامنا على الشاشة المطلوب منكم في هذا التمرين هو أنكم تملؤوا الفراغ في كل عملية بالعدد المناسب إذا هنا في العملية الأولى شنو العدد اللي غدي نضربوه في ستة ونحصلوه على ستة وثلاثين إذا شنو العدد اللي نضربوه في ستة ونحصلوه على ستة وثلاثين تفهم؟ تفضلي سامير أعطينا الجواب؟ ستة مضروبة في ستة تساوي ستة وثلاثين أحسنتي جيد إذا ستة مضروبة في ستة تساوي ستة وثلاثين وندزوا العملية الثانية نطلوب منك كذلك نملؤوا هذا الفراغ بواحد العدد اللي غدي نضربوه في سبعة ونحصلوه على العدد سفر تفضلي خديجة؟ سبعة مضروبة في سفر تساوي سفر تبارك الله عليك جيد نحن شفنا خاصية الضرب في العدد سفر أي عدد مضروبة في سفر تساوي سفر جيد وندزوا العملية الرابعة شنوه العدد اللي غدي نضربوه في أربعة ونحصلوه على ثمانية وعشرين تفضلي حنان نحن شفنا سوف نضربوه أربعة في سبعة جيد حنان إذا أربعة مضروبة في سبعة تساوي ثمانية وعشرين إذا سبعة هو العدد اللي غدي نملؤوا به الفراغ في العملية الثالثة وندزوا العملية الرابعة جيد العملية الرابعة تفضلي لطيفة شنو العدد؟ لقد نضربه في خمسة ونحصله على أربعين تمانية تمانية جيد قررنا العملية خمسة ضربة في تمانية تساوي أربعين تساوي أربعين تبارك الله عليكم كي بل أنكم استفدتم الضروس السابقة وبدأت كالضبط جداول الضرب ديال الأعداد من واحد إلى سبعة كنتمنى أن المشاهدات والمشاهدين يكونوا استفدوا معنا من هذا التمارين ما بقى لي إلا نودعكم على أمل لقاء بكم في الحلقة المقبلة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته